أنت تبع للماء سيقولون أن الفرداء فهم ما أريدان هذا الامر كانت مثل الأخوة قلت ماذا أقدم من الماء وفهم في تلك الأدفاع الشخص يضرب ان يوضل وضبهم وفهم من أسطيع المستقبل هذا ما أقوله أن الفرداء لا يتحدث لا اعرف عليها لا أعرف عليها لا يمكن أن أعطي المسكين لا تدفع لك وانتدفع لك لديه البنية الصغيرة تجعلها صغيرة وكأن تقولون مراد حاملة رحمه الله يبقى فيها بكثب لا تصدرني رأسي لا تصدرني رأسي البارح نحن فيها بكثب لا تصورنا لا يمكن أن يكون هذا الهدف نهائيا ولا إله إلا أخويا الله أرحمه وسعلي أطلب الشابين أقول الله يذيكم كل شخص يدبر على الإنسان يدبر على شخص يستطيع التفادة منه أريد الله يذيكم وعشان أقول لك هذه الشيئة بقى فينا الحال عراء سؤثفهم وبيناتهم وقع هذه المشكلة وكانت تنقل الناس وكانت تتصم الصحة بأننا كانوا سكرانين وكانوا سكرانين ويسروا تفاهم بيناتهم وصداع ما هو السكتور؟ أعمار أضار المرحوم كان أعمار أضار ومش فينا فيها الخير وعشرة سنين دوزنا مع الخير والناس ودرب دينا وإنسان تقوى ما عمرش فيه شيئ كنا لا تلحق نقوله خلق واحدة بنيئة صغيرة وانهم لديهم حامل والله ما هو سكر أتفعون بيناتهم سكرتها ولم يدربوا على وجه الغصد نعمر السلح أعمر السلح ما هي نصحة كل شباب؟ كان نصح جميع الناس يطاور و يدخل سباب هذا الشيء و كامل هذا الشيء الوالدين يكونوا الضحية في هذا الشيء كامل و تنتمنى جميع الناس يحاولون أن يكتبوش بهذه الحواجات لأن هذه الحواجات الضرر بلا إيلة للشخص و بلا إيلة للناس لأن هذا الشيء ما يخدمش و الله يهدي ما خلقوا صافيه هذا الشيء لطي يضرر نفسه و يجلس نعلقها بكل صافي